اشتركوا في القناة دول كبار فطارة اديتها فكرة ان هي تروح وتقول لباباها انه يجيب هدية لامها ويصالحها بها فراحت فعلا سايع لها هناك وبعدين بتقوله انا زعلانة منك علشان خاطر امي الملاك زعلانة وبتعيت قال لها هي جات قلتك تزعجك انا هكلمها قالت له لأ انت اللي ازعجت امي الملاك انت اللي قلت لها حاجات تزعلها ولو انت كنت بتحبني فتعتذر لامي الملاك لانك انت بتحبني تعتذر لها وكمان تجيب لها هدية فقال لها هجيب لها منين هدية دلوقتي انا مش هينفع جيب لها دي قالت له خلاص وانا مش هكلمك وهخصمك لكن هو ضعف لساي وقال لها خلاص انا هعمل كده هجيب لها هدية وهصالحها قالت له وعد قال لها ايوه وعد شريب تسأل طارة وبتقول لها انت شفتي جيان وليلي بقى قد ايه قد كده ولا قد كده فزعلت طارة وقالت لها انا حتى ولا الحيط تحضن ولا الحيط تتكلم معي جات اشكة ورح اتواخدها مني فقالت لها انه جيان هو اللي كان هيتقدم بالناس لنا لو كان عايش معنا حتى سافي المسكينة مش بتخلف يعني ما عنديش اي امل فيها لكن فجأة سافي بتسمع الكلام وبتقع لازازة من ايديها وبتروح حاطها ومشي طبعا ريدي بتبقى زعلانة وبتقول كانت جاي عشان تاخد مياه وما خدتهاش ومشت كمان مكسورة وزعلانة سايب بتروح على سافي وبتسأل انتي زعلانة ليه فبتقول لها انيه مش زعلانة ولا حاجة ورجاط بيفكر ازاي هيصالح سافي وازاي هيديها الهدية وبالفعل بيتكلم في التليفون وبيقوله ان الهدية هتغسل في خلال ربع ساعة تاني يوم الصبح بيتكلموا طارة وجيجار معنا بعضهم وبيقوله ان هم دلوقتي هيتصرفوا ويجيبوا الفلوس مني بيدخل رجاط وبيقوله ان الفلوس ايه وما تحملش اي اهم لكن سافي من رأيها ان هم يروح يقدموا شكوه في الشرطة في البنت دي لان هي كذابة ورجاط كمان بيقول ان سافي عندها حق وإلا هتبتزنا اكتر من كده فبيقوله بص انا لو كنت اعرف اعمل كده كنت عملت لكن الحكومة انت عارف ان هم لما الموضوع بيخص البنت بيبقوا هم معيها فبتقوله سافي ان هي هتروح وتتكلم معيها جيجار بيقول انه مش هينفع وانه لو عارفت ان انت زوج سافي او قريبي فكده هتطمع وعطوت له فلوس اكتر وانا مش هينفع ان انا عمل كده وبعدين اديك انت حاولت في المحكمة انك انت تاخد جيان لكن في الاخر ايه اللي حصل وبيعتذر للرجاط انه هو داس على جرحه وبعدها كلهم تحته بيهزروا مع بعض وفجأة بيدخل رجاط والكل بيبص ان الرجاط داخل ومعيه هدية فبيستغربوا الهدية دي المين ردي بتقول دي ليا وبعدين طارة بتقول ليا لكي بيقول لا دي ليا انا شيري بتقولهم كلكو سكوتوا دي بتاعتي انا لكن بيرد رجاط وبيقول ان الهدية دي لسافي بتفرح ساي جدا وبتناديها وبتقول لها امي الملاك تعالي بابا جاب لك هدية علشان خطر يصلحك بيها عشان يعتذرلك وبعدين بتبص لابوها وبتقول لها معلش الفتين مش بيعرفوا يقولوا انا اسف قول يا بابا انا اسف لامي وبتقول لها امي بابا اسف للغاية على قد الهدية الكبيرة ديت وبعدين فجأة بيطلبوا منها ان يتفتحها اول ما بتفتحها بتلاقيها صبورة الكل بيعود يبصوا ويدحك ويقولوا ده رومانسي جدا اللي انت عامله انا هعمل هشتاج الهدية العصرية وهصورها ونزلها فبتقول ان الهدية جميلة وبتفضل جميلة على قدر الاهتمام يلا تصلحوا بقى وسلموا على بعض واول ما بيسلموا على بعض بتفرح ساي جدا بتطلع سافي الرجاط وبتتكلم معه بتقوله شكرا لك فقال لها ان كل اللي عامله ده كان علشان خطر ساي وبس قالت له انا عارفة ان انت بتبزل جدهود اضافية علشان خطر ساي بس انا متهيال ان احنا لازم نعمل اكتر من كده لان هي بتقلق لما بتشوف خنقتنا واحنا بنتخنقه على طول وساي تستحق السعادة ولازم تعيش حياة طبيعية فسألها رجاط يعني ايه فردت وقالت له يعني نقض مع بعض نهزر مع بعض نخرج نتفرج على فيلم نتعشة مع بعض فراجاط مش بيعجبه كلام ابدا جيجار بيروح وبيقابل البنت اللي هي المفروض ان هي بتحاول تبتزه وتاخد منه فلوس وبعدين بتقوله انا مش بوقع جهلك التهم خاطئ انت بالفعل كنت بتحاول ان انت تعتدي علي والمبلغ ده قليل جدا مش المبلغ اللي انت قلتلي عليه فبيمسكها كده وبيقول لها انت مش هتقدر يتقذيني انا من عيلة عندها صمع ومحترمة جدا ولو تمعتي انا هخليهم يقبضوا عليك ويبهدلوك وبعدين ايه اللي هيحصل لولدتك هتخليها تموت خدي الفلوس وروحي عالجي والدتك وما تخلينيش هشوف وشك تاني وبقى مبسوط جدا وبيقول من دلوقتي ده البير اللي هيعرف يطلع منه فلوس كويس جدا جيان بيتصل برجاط وبيطلب منه ان هو عاوز يقابله وفي حد تاني هو عايز يقابله فبيقول له ايه هو فبيطلب منه جيان الطلب ده لكن مش بيبقى واضح ايه هو الطلب ده لكن قرش بيقول ان هو مستمتع جدا باللي بيحصل وان جيان بيعمل اللي هم ما كانوش قادرين يعملوه بيروح رجاط على البيت والبورد بتبقى محطوطة وبتتكلم سافي في التليفون مع المديرة وبعدها بيكتب رجاط على البورد ان العاشة النهاردة الساعة 8 بتروح تمسح البورد وبتقول ان هي مش عايزة تروح تتعشم معي فبيكتب لها ان هو مش بيسألها وان هو بيعمل كده علشان خاطر ساي زي ما هي طلبت ساي بتدخل ورجاط بيقول لها ان هم كانوا مفروض يروحوا يتعشوا لكن والدتها مش راضية لكن سافي بتوافق علشان خاطر ساي ويروح على مطعم بيزا ويقولوا ان هم عاملين يوم النهاردة للاطفال ان هم اللي حيعملوا البيتزا بنفسهم وسافي بتقول لها طيب خد يبالك منها واهتم بيها وبتلاحظ ان الرجاط عامل يبص في الساعة لحد ما بيوصل جيان وبيقول له انت جيت قلت لها انت جايبها هنا ليه فسافي بتستغرب وبيقول له انت حقول لها وبعدين بيطلب من سافي ان هي تطلب السماح من جيان فبتقول له اطلب منه السماح ليه بما ان هو اللي كان غلطانه بتصرف مع رجل كبير بواقحة بتيجي كمان اشكة وبيقول ان هو عاوزها تطلب السماح كمان من امه لان هي اهانتها وبعدين عينها بتيجي على ساي وبتفكر ان هي تعمل كده بس علشان خطرها علشان خطر ما تزعلش وبعدين اعتذرت لجيان وقالت له انا اسفل اني ما كانش المفروض ان اتدخل حتى لو انت بتتصرف بواقحة مع حد كان المفروض ان دوت يبقى من اهلك وهم اللي يقولولك وبتعتذر كمان من اشكة بتيجي سافي وبتاخد بالها من كل اللي حصل ده وبتكون متضايقة جدا وعايزة تمشي وبتقول ان هي مش عايزة تتعشى سافي بتاخدها وبتمشي لان هي مجروحة جدا رجاد بيسأل سافي وبيقول لها مش عايزة تاكلي حاجة اطلب لك الايس كريم المفضل فبتتكلم سافي وبتقول لها امي انا مش عاوزة ااكل حاجة ومش جعينة لكن سافي بتحضر لها اكل لان هي طبعا متعشتش وبعدين عمالة تفكر في اللي حصل وعمالة عايت ومش قادرة تستحمله ملين عند شانطن وقيشة وبيأكلهم الحلوة لان هما كانوا السبب ان هو يتقبل في وظيفة وان هو يشتغل وقالت له ان البيت ده كله بيت معلمين ولازم انت تكون المفضل عند طلابك زي ما احنا بنعمل بالزبط فبيقول لهم ان هو حيروح لسافي عشان يأكلها الحلوة ويعرفها وبالفعل بيخبط على الباب وبيفتح له رجاد والسايد سكار بينادي على سافي بيأكلهم الحلوة وبيقول لهم ان هو يتقبل في الوظيفة وبعدين بياخد باله النسافي مش كويسة بيسألها انت كويسة فبتقول له ايوه انا كويسة لكن هي مش كويسة فبياخدها على برة وبيسألها وهي بتحكيله على كل اللي حصل وبتقول له انت عارف انا عمري ما عملت حاجة زي كده في حياتي ابدا ان انا ما بقاش غلطانة واروح اعتزر لحد انا حاسة ان انا تهاني تكرمتي وتهاني احترامي لذاتي انا ما بقولش ان انا شايفة نفسي ان انا احسن حد في الدنيا وان انا ما بغلطش بس بصراحة دي مش طبيعتي لما ما بكونش غلطانة عمري ما بعتزر انا اتجاوزت رجاط علشان خطر ساي لكن في الحديقة دي لازم يكون فيها شوكة واكبر شوكة في حياتي هو رجاط والاول مرة اضطر ان انا اتحرك على حركات حد او على اشارات حد ميلين بيفهمها وبيقول لها طب اعودي وما تقلقش ان كل حاجة هتبقى بخير انا عايز اقولك على حاجة ان الاموما بتكون كده هو ده معنى الحب ان الام بتعمل اي حاجة وبتتنزل عن اي حاجة علشان خطر ولادها بتكون حاجة تانية وبتكون قوية جدا علشان خطر ولادها رجاط كمان اب واكيد بيعمل كده غصبا عنه هو بيحب ولاده بطريقة مصصح لكن هي دي طريقته حاول انت يتخرج الكويس اللي جواه وهو واحدة واحدة هيكون كويس ادي له بس شوية وقت انت فاهمة كلامي قالت له ايو انا فاهمة كلامك واستريحت جدا لان انا عندي اخ بيقى في جنبي في كل مشكلة ججار بيشوفه موما عادي مع بعض سيفي بتطلع لي سيفي بتحاول ان هي تأكلها لكن هي رفضة الاكل فبتقولها خلاص انا كمان هنمجع عينة لان انا كنت مستنياكي علشان ناكل مع بعض فبتقولها يلا كل الاطمة دي علشاني ودي عشان خطر بابا فهي سيفي بتقولها نازع لنا من باباها جدا لان هو عمل حاجة جرحة بيها وان كتر المشاكل دي هتخليها تمشي وتسيبها زي ما اشي كسابتها ومشت قالت لها انا عمري ما همشي واسيبك قالت لها لكن بابا كذب علي وقال لي ان هو بيحبك وهو مش بيحبك قالت لها لا هو بيحبني بس هو مش بيعرف يعبر عن حبه وما تقليش انا هفضل معاكي طول حياتي رجعت بيبقى واقف وسمع كل الكلام اللي تقال شكرا